السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكل متابعيننا يارب دايما تكونوا بخير وسعادة في الفيديو النهاردة هنشوف اول زهور للفنانة عبلة كامل مع اولادها وحفدتها في منزلها بعد اعتزالها الفن فولة وتقسمت نصين من والدتهم غاية في الجمال هنشوف التفاصيل بالفيديو بس قبل ما نكمل الفيديو ومن ننساش نعمل لايك وسبسكرايب للقناة ضروري جدا علشان كل جديد يوصل لنا خطفت بنات النجمة عبلة كامل للانظار في احدى الظهور لهما حيث تداول رواد مواقع السوشيال ميديا صورتهم وظهرت بنات الفنانة عبلة كامل زينب وفاطمة حيث اكد رواد السوشيال ميديا انهم يشبهون والدتهم ظهرت فتمة كمال ابنة الفنانة عبلة كامل مجددا في صورة نشرتها عبر حسابها الخاصة على تطبيق انستجرام من حفل زفاف احدى صديقتها وظهرت ابنة عبلة كامل وهي تحتضن صديقتها من حفل الزفاف وتفاعل اصدقائها المقربون مع الصورة بالاعجاب والتعليقات ابنة الفنانة عبلة كامل اصبحوا حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديث والدهم الفنان احمد كمال عنهم في احد البرامج التلفزيونية وكشف الفنان احمد كمال عن زواج ابنتيه زينب وفاطمة من اجانب حيث تزواجت زينب من رجل انجليزي بينما تزواجت فاطمة من رجل بولندي وما لا يعرفه البعض ان ابنتي عبلة كامل واحمد كمال متزوجون منذ فترة من اجانب ولديهم بنتين لكل واحدة منهم واشار احمد كمال الى انه لم يتدخل في زواج ابنتي عبلة كامل مطلقا وطرق لهما حرية الاختيار بالتزامن مع عيد ميلاد الفنانة الكبيرة عبلة كامل نشر حساب على تويتر صورة للفنانة القديرة بزيها المعتاد منذ سنوات ظهرت عبلة كامل بعبائتها السوداء وطرح سوداء ايضا وابتسامتها الرقيقة المعهودة وعينان لامعتان تبدو من خلالها انها في مزاج سليم وصحة جيدة بالرغم من تلك الاشعاعات التي احاطت بالفنانة الكبيرة التفاعلات مع صورة الفنانة عبلة كامل كانت جميلة وملئة بالود والمحبة ومنهم من علق عليها بنحبك يا نصرة واخر فاطمة عبدالغفور البرع العبقرية وفينك يا خالتي فرنسا ويا خالة الفن المصري كله والحمد لله اننا اتمننا عليك في سبتمبر عام 2015 ترددت شائعات تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تشير الى وفاة النجمة عبلة كامل اصر حاد السيارة اثناء رحلة قصيرة مع اصدقاء لها واشتعل الفيسبوك بالتدوينات التعازي والدعاء لها بالرحمة والمغفرة وغيرهم لم يصدقوا الخبر وخيمت الشقوق عليها ليتأكد بعد ذلك كذب الخبر وترددت انباء منذ عدة شهور عن اصابة الفنانة الكبيرة عبلة كامل بالسرطان واعتزالها الفن الا انها اتصلت هاتفية بالاعلامية لميس الحديدي واكدت ان تلك هذه الاقويل ما هي الا مجرد شائعات وانها تتمتع بصحة وعافية جيدة خالص امنياتنا للفنانة الكبيرة والنجمة الكبيرة عبلة كامل بمزيد من الصحة والعافية بكده يكون فيديو النهاردة خلص ما ننساش نعمل لايك وسبسكرايب للقناة ضروري جدا على شكرا